معجزة الله إلى سيدنا محمد الرسول الله وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى لأن من الصفات الواجبات للرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وحينما أخبرك أن هناك صراطا وميزانا وحوضا لا بد أن تعتقد صدقه أي صدق النبي فيما أخبرك به من هذه الأشياء التي تسمى في علم التوحيد بالسمعيات يسمعوا الشيخ أحمد يا أولاد تعالوا هنا أنت يا ابن تعال هنا ربع القاعد تعال املأوا الأماكن الأمامية حتى توجدوا أمكنة لإخوانكم الذين لا أمكنة لهم تحرك يا أولادي تحرك بسرعة ليس نص ساعة لما تتحرك بسرعة شيري وأنا شيري الجسة يلا الله يفتع عليكم يلا أيك عشان ندف بعض الدين يا بارد تعال إينا بسرعة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا لما تفسحوا لغركم يعمل إيه يفسح الله لكم ولما تضيق على غيرك الله يضيق عليك فالجزاء من جنس العمل سلشك أحمد ها خلاص الأماكن من قدر الإمكان أن نأتي اللوارة يأتي إلى الأمام في أماكن لا تزال شغرة عندي هنا وأريد شغلها وملأها حتى نترك مكانا للقادمين وإن كان المتأخرون لا يستحقون منا ذلك إنما زي بعض إنما زي بعض نعملهم بالفضل ولا سب العدل المتأخرون لا يستحقون أن نفسح لهم سيد أحمد إنما خلها علينا أحنا وربنا هو اللي بكافئ وأدعو الله لهم أن يهديهم وأن يأتوا مبكرين وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض والوزن يومئذ الحق ما في القرآن يا ولدي الصراط وفي سورة ياسين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون الصراط والميزان والحوض والحوض إن أعطيناك الكوثر حوض الكوثر نهر الكوثر ويعطى من سيدنا النبي من الأعطاء الله ولم يعطيه لنبي سواء فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الحوض وغير ذلك من وعذاب القبر ونعيم القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب البرزخ الحياة ما بين الموت إلى البعث اسمها الحياة البرزخية تعريف الحياة البرزخية من الموت إلى البعث ده حياة البرزخ تعتقد فيها وتصدقها وأن فيها نعيم لمن عاش حياته طائعا لله عز وجل وفيها عقاب لمن عاش حياته عاطيا لله عز وجل ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيم أظنكم تعلمون أن سيدنا النبي بعدما صلوا عليه يا أولاد مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم استدرك خائنا بلى إنه كبير فكان أحدهما يمشي بالنميمة يمشي بالنميمة الشيخ يروح للشيخ ده يقول له أحمد قال عليك كذا وكذا وكذا وأحمد قال كلمة واحدة دخل لها مئة كلمة صنع من كلمات مئة كلمة لهدف إيه؟ أن يجعل هذين خصمين عدوين ما الذي تستفيده؟ ما الذي تستفيده من غرص العداوة بين أخويك؟ إن كنت كذلك فأنت نمام فكان لا يستبرئ من بوده سيدنا الشيخ أحمد يمشي في الشارع لحد يسكنه يحتاج أن يتبول وما فيش دغرات مياه وهيعمل على نفسه رح يواجه في الشارع شوشالد وأنه منزل من نفسه ماشي لا غسل ولا تطهر ولا 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 إذا كانت هذه عادته فهو في عذاب أكبر في القبر وفي عذاب أخذ عند العرض على الله عز وجل قيازا بالله فأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو بعض الروايات لا يستنزه من بوله أيضا مما تؤمن به لتحقق التوحيد لرب العبيد وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق شفا عندنا ما فيش في عصبية ولا حزبية ولا تطرف أهل العلم وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة صحف إبراهيم صحف موسى ألوح موسى توراة توراة موسى توراة إنجيل عيسى تعتقد قبل التحريف تعتقد قبل التحريف لأن ربنا قال وإن منهم لثريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقال في سورة الميدة يحرفون الكلمة عن مواضعه وفي أي أخرى في نفس السورة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وفي سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يلا اقرأ الشاهد يحرفون فأنت تعتقد أن الكتب دي قبل التحريف منزلة من عند مين من عند الله عز وجل وعن القرآن لأن في آية في سورة البقرة آمن الرسول أيها يلا يقول ارفع صوتك حتى يسمع من في الخلق كلنا آمن بالله وملائكته كمان انت شباب ارفع صوتك من تاني آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله الله كلنا آمن تبتقرأ بقراءات انت مغربي الله شوفت شوفت سيق فيه ثاني من تاني وأنا أنا بحب القراءة البرشية دي الدمشقية المغربية الجزائرية التونسية قول آمن الرسول تاني يا الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعطانا أثرانك ربنا وإليك المصير تلكم القراءة اللي جاين من بلاد المغرب العربي وعمل القراءة المصرية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون السيخ لك والمؤمنون كل آمن أو لك كل آمن ما يفتع عليه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الشاهد وكتبه كتب جمع تجتمل على القرآن وعلى غير القرآن لتشمل جميع كتب الله المنزلة أو المنزلة على أنبياء الله تعتقد أن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق والملائكة حق من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سورة الرعد من أصناف الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية سورة الحق بس الحق سورة الحق سألواد الورش ده يعب علينا وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق ايه وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا زواوي تعال يا دكتور زواوي تعال الشيخك هنا أين الزواوي تعال هنا الله ده حبيبي أنا كنت مناقشك في الماجستير جو مجب أخوكم الدكتور عقبالكم الدكتور زواوي ناقشته في الماجستير وأشرفته عليه في الدكتوراه وحصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بمرتبة الشرف الأولى الشيخ زواوي الإندونيسي فتمنوا جميعا أن تكونوا إندونيسيين حتى تكونون كالزواوي وأشهدكم أني أحبه حبا جم وهو وفي يبعث سلامه من إندونيسيا إلى شيخه بس بقال سأل ما وسألش فينا اوعد يا زواوي الدكتور زواوي ما يحفظك الله احنا بنقرأ يا دكتور زواوي الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة خلق نقرأ شوي أنا تلميز وأنا شيخ يقرأ شوي احنا خلصنا المقدمة الخاصة بعلم التوحيد وعلم العقيدة والفقيه زواوي سيقرأ لنا كلاما متصلا بالفقه يلا يا دكتور زواوي هاتلوا خد يا عمد دكتور زواوي حسن تزحالة صدر ضعيف ونحيف فاخد السماح خد يا زواوي يلا مولانا الشيخ زواوي بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النبيئة نقرأها نقرأ على شيخنا فدلس الدكتور عبي حمام الجود فصل في فروض الودوع فروض الودوع سيطة الأول النية والثاني خسل الواسي وحده من منابد شعر الرأسي إلى منده اللحيين والزقني طول وعرضاً وعرضاً من الأذن إلى الأذن الثالث الثالث خسل اليدين إلى المرفقين الرابع مس شيء من بشرة الرأسي أو شعر في حده في حده يعني حد الرأسي إنما الشعر إذا طالت واسترسلت ونزلت عن حد الرأسي لا تغسلها لا تقتصر على غسلها إن اقتصرت على غسلها كان نضوء باطل إن أردت أن تغسلها وتغسل معها غيرها اللي هي في حد الرأسي هذا معنى في حده الضمير في حده يعود على الرأسي قولي يا حبيبي زواوي الخامس غسل الرجلين مع الكعبين الثالث الترتيب على هذه الكيفية لو قلت لتلميذي وهو الآن أصبح زميلي سيخ زواوي كان تلميذي إنما بقى زميلي الآن مفاشد تلميذي يلا لو قلت لتلميذي الشيخ زواوي اشرح ما قرأت في خمس دقائق فماذا فماذا أنت قائل يا حبيبي زواوي يلا يلا يا حبيبي زواوي نريد أن أسمعك وأطمئن على أن نحن خلفنا أنت ابن المعنوي في ابن مد وابن معنوي ابن المد يعني لمن صلبي اللي هو اسمه محمود عطية وزواوي ابن المعنوي ابن في العلم وفي الشريع وفي الصلاح والتقوى وولي يا ابن المعنوي ده موقف صعب عليك شوية أنت مش عوين أنت أستاذ هناك فالدنسهم تشرح لطالما أيوة طالما شرح لهم ماذا تقولوا لهم تسكت لا مش عوزك تسكت يلا تفنطل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم المعنوي 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 قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأمال بالنية الله يضع ماذا تقول لهم منواء من كانت سرطه إلى الله ورسوله في سرطه إلى الله ورسوله ومن كانت سرطه لدنيا أو يسيبها أو إمرض ينفها في سرطه إلى ما هجر إليه طيب النية يا دكتور زواوي عند جميع أهل العلم لازمة لصحة دوضوء أم أنها عند قوم هي أمر مسنون نعم أيوة هي رقنا إن دا جمهور الأولماء أيوة إنما العمال إنما صحة العمال أي الله يفتع ليك وذهب دا أنت صعب أمستعليك يا أخوكم الدكتور زواوي بيقول عند جمهور أهل العلماء الحديث تقديره إنما صحة الأعمال بالنيات وعند من لم يجعل النية فرضا يصير تقدير الحديث الذي استدل به إنما كمال الأعمال بالنيات لو سئلت عن وقت النية وتعريف النية ماذا تقول نية بطن القصد نعم شرعان القصد تقرب إلى الله عز وجل طيب وخليها قصد التقرب دي خليها في إندونيسيا إنما الفقه عندنا قصد الشيء مقتلنا بفعله شمت درس كده يا سمزة النية لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقتلنا بفعله لو سئلت مرة أخرى ويا الله عشان نستفيد وتريح شيخك شوية ما وقت النية في الوضوء صح؟ نعم يردو ما وقت النية في الوضوء ما وقت النية لو لم تجب هسحب منك الدكتورة تالي وتجي عندنا الشريعة وتعمل الدكتورة من جديد قولي يا دكتور زواوي ما وقت النية في الوضوء عند غسل الوجه دي عبارة في تفاضة لصحك أشوف أشوف خليك منتبز عبارة في تفاضة ليه لأن ممكن ما ينويش في أول الوجه وينوي في منتصفه أو في آخره وإذا نوى في منتصفه أو في آخره صدق علي أنه نواعي عند غسل الوجه عبارتك مياش دقيقة هي تقول النية تكون عند أول جزء يغسل من الوجه صح كلا؟ النية خذ أشرح لكم في الدونسيا النية تكون عند غسل أول جزء من الوجه ثم إن أردت أن تتعمق أكثر تقول وقت النية وقتان وقت نجوبي ووقت مسنون الوقت المسنون عند المضمضة والتنشاق والوقت الوجوبي عند غسل أول جزء من الوجه مياش دقيقة مياش دقيقة هاتل لبعده بسرعة لأنه غسل الوجه مياش دقيقة أحد الوجه طولا قال لك منين كده يشرح لنا إنت قرأت أشرح لما قرأت في غسل الوجه أرغم ثاني هو غسل الواتي هو عبد الواتي من منابد شعر رأس أنت تقرأ أو لا تشرح أيها الاتنين استفضل منابي دي شعره يبدأ من هنا أنت عندك من هنا أرجع كده الطبيعة الله أنت عندك من هنا قال لن عندي أرجع أرجع ما فيه شوف فيه هنا يجب أن أقصر الوجه من هنا يا شخص غاوي بدينها يعنس في الفقه يلا عالجها في الفقه أنت كلامك صح بالنسبة لك حينما كشفنا عن شعرك وجدناه معتادا منبيته عند الإنسان المعتاد حينما كشف الشيخ عن رأسه وجد الرأس هنا أولها هنا وأخيرها في إندونيسيا يلا ما كيف فهل الشيخ يكون وجه مجا الوجه هذا زائد المكشوف من الرأس كله ولا إيه اللفظة الفقهية التي تعالج ذلك الله تسمع يا الله يا شيخ زمان منابي رأس رأس الشعري على المعتاد يلا غالبا غالبا أنت درس في الفقه قال من بتشعر الرأس غالبا يعني الموضع الذي ينبت فيه الشعر عند غالب الناس عند معظم الناس وليس عند النادر من الناس وإن كان أنا ما سنادر ده فيك الناس كثير كالشيخ فينما أنا لست نادرا نحن الآن أصبحنا قاعدة أصبحنا قاعدة طيب يقبأ إذن ده حد الوجه طولا من أعلى له من بتشعر الرأس غالبا ومن أسفل إلى مدهى اللحيان ما هما اللحياني العظمان اللذان تنبت عليهم الأسنان السفلى صح اللحيان العظمان الذين تنبت عليهم الأسنان السفلة عندك عظم أيمنه تحت وعندك عظم أيمن عيسر تحت هذان العظمان اسمهما والعظم دا عليه أسنان والعظم دا عليه أسنان هذان العظمان اسمهما اللحيان اللحيان العظمان الأسفل يلتقيان النقطة اللي فيها يلتقيان يا زواوي اسمها الذقن اسمها إيه نعم النقطة الالتقاء بين اللحيين هذه النقطة هي يبدأ اللحي الأيمن وهذه النقطة هنا يبدأ اللحي الأيصر النقطة هذه التي يلتق عندها لحيان تسمى الذقن الذقن هي مجمع لحيين تعرف في سورة الكافة مجمع البحرين أنت تعلم في قرآن يا زاوي مجمع البحرين يلتقيان نادي يا مرج البحرين يلتقيان مش مجمع البحرين يلتقيان أنا قلت أصحاب الدكتوراه من تسراني مجمع البحرين أو أمضي حكومة في سورة الكافة يقول يا زاوي خلاص إحنا عرفنا حد الواجه طولا وحده عرضا وحده عرضا من الأذن إلى الأذن يعني من هذا وحد له أذن وحده أنت بتقول من الأذن إلى الأذن من الأذن على الدهاد اليمين إلى الأذن؟ هي وأنت واني لك أذنين ممكن تلاقي واحد له أذن وحده فماتل أنت يا واجهه في الجزء المقابل اللي ما فيش أذن يعني على لحظ المعداد شفت الإسئال الزكي يعني عرضا ما بين الأذنين أنا اخترحت أو افترطت أن واحد مخطوع الأذن وله أذن واحدة طب إحنا الأذن عرفنا نحدد الجزء اللي فيه أذن طب الجزء اللي ما فيش فيه أذن أعجاب الزواوي فقال أقصد الدكتور الأستاذ الدكتور زواوي فقال الأذن عند من له أذن في الجهة الأخرى ينتهي الوجه عند من ليس عنده أذن عند الحد الذي ينتهي من له أذن عند الحد الذي ينتهي إليه الوجه في من له أذن يلا بعد كده الوجه يسيري زواوي بسرعة نعم يعني أقرأتنا على أخوانك وعشان يعرف السؤال هات الفرد السالس هنا قبل غصل اليدين إل أيله وعندما يتكلم عن غسل الرجلين اقرأ الغسل الرجلين مع الكعبيني قال هنا الى الرجلين وقال هنا مع الكعبيني صح كده؟ لماذا؟ حد يعرف العلا؟ إلا بمعنى المعنى طيب يعني ايه؟ يعني انا عاوز اقول يا شخي الزواوي هنا من باب التنوع في الأسلوب وإلا فالمعنى واحد المعنى ايه؟ واحد معناها الى اللي هي في اليدين معناها مع اللي في الكعبيني الرجلين مع الكعبين فهنا الى بمعنى معه ويمكن ان يقال انه اتبع الطريقة النادرة ايه الطريقة النادرة؟ ان انت خدت يا زواوي في اللغة العربية يحزف من الثاني لدلالة الاول عليه وقد يحزف من الاول لدلالة الثاني عليه فقياسا على هذا الثاني فصر الاول انما كان الغالب ان الاول يفسر ان الاول يفسر الثاني فهو كلامه صحيح لانه اتبع الاسلوب الاخر في اللغة العربية اذا كلامه صحيح نمر اثنين انه قال ذلك من باب التنويع والتغيير في الاسلوب وليس التغيير في المعنى فكما تغسل اليدان مع المرفقين او فكما تغسل الرجلان مع الكعبين كذلك تغسل اليدان ومع غسل اليدان يغسل الانسان المرفقين سؤال اخير مختنبول محاضرة او لقاء الشيخ الزواوي هتلى اية من القرآن فيها وردت الى واريد بها معنى معه سهلا دي خل اية من القرآن ذكرت فيها كلمة الى ولم يرد بها الى الانتهائية وانما اريد بها الى بمعنى معه في ايات كثيرة انا اعوز اية واحدة بس من الشيخ الزواوي انا اكتب خطاب للجامعة بتحتك توفك عن العمل لما جبت سلقاي يلا شيخ الزواوي الله وشيخ الزواوي ياريتني ما حضرت درس الشيخ كالزمان يعضوا اصابع الندم الان وقل ما ارئز لايا اتت به الى هذا المكان لماذا يقول يا زواوي يا يولدين امنوا اذا ددينتم بيدين لا 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 ددين انتم ايه انت المدين كبير مدين معنى كبير يلا يا شيخ الزواوي يا يولدين امنوا اذا كنتم الى صلاة فرسلوا وجوهكم ايه اذا كنتم الى يعني اذا كنتم معا صلاة من قال بذلك لم يقل به الا الشيخ الزواوي يا رائعة وينجبوا الى المرافق ايه لا يا سيده ما دي الا في غير الا المرافق في القرآن اه غير غير الا المرافق وردت الا بمعنى معه يلا سيدنا شيخ زباوي شوف يا ولاد ده مش تعجيز لشيخ زباوي ده معناه إيه إخوة الدرس والعزاء زباوي الآن بدرس في الجامعة فهو مرتبط بمنهج المنهج ده يحصره في منطقة معينة سمعني لكن اللي يساعده على الإجابة لو أنه عمل دروسا في إندونسيا واستدعية في اللقاءات العلمية الخارج الجامعة وأجبر على قراءة الفقه من أوله يقوم يستحضر المعلومات البدائية أو المعلومات الأولى في إندونس زباوي فهو ليس يعني هو عالم لكنه حصر نفسه في المنهج وخلاص يحضر الدرس ويرح يلقيه على الطلاب الاندونسيين وده الأستاذ ده عالم عالم كبير وبعدين يجي الأستاذ يختبر في بدايات الفقه ما يعرفش ليه لأنه لم يقرأها منذ أن حصل على الدكتوراه يقبأ وسيدنا النبي قال أحياء العلم مدارسته شفت الفيدة أن الواحد ما يحصرش نفسه في خندق الجامعة الأستاذ لا يحصر نفسه في خندق الجامعة وإنما يروح هنا وهنا وهنا فهي منفعة للأستاذ قبل أن تكون منفعة للطلاب تذكروا الأستاذ بالعلم أحياء العلم يا زواء خود أعمل الكلام ده ونفزه ما تروحنا ونأتصر عليك لك دروسك فيه لأنك أحبارها خارج الجامعة من أحياء العلم مدارسته السؤال اللي كنت بأسأله لك يا أيها الذين آمنوا ونكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين افتكرتها أنت الآن من أنصاري إلى من أنصاري إلى يعني من أنصاري مع فوردت إلى إلى بمعنى مع أيضا قلت لكم في أكثر من لخاء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم في سورة هود يا سيخ زواوي ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم ولا تتولوا مجرمين وأنا سعيد بحضور الدكتور زواوي درس شيخي وأشكر الله أن ساقه إلينا وتواضع وحضر جزءا بسيطا جدا لكن الجزء البسيط الذي حضره يساوي عندي محاضرات شهر لكم وإنت تكون موجود يوم السابق القادم تحضر من قبل هنا أنا تجاوز على الغياب التي أنت لم تجد تحضر قبل هنا علشان نحضر الدرس من أوله ونستفيد معا وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاتي خير كثير في درس العقيدة والتوحيد إنك إن الله نستعان يلا يا أولاد يا حبيبك فضل هاتي أحمد شوف البطاعة لعندك الجحن الله أخبار